وفق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على تقديم أفضليات تجارية مؤقتة لأوكرانيا وذلك وفق بيان نشره على موقعه عبر شبكة الإنترنت وقال وزير الخارجية الإستوني ستيفن ميكشر إنه من واجب الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية معها على خلفية الصراع الذي طال أمده في شرقها ويفيد البيان بأن التدابير ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية سبتمبر المقبل وستطبق لمدة ثلاث أعوام للتذكير فإن البرلمان الأوروبي صادق في الرابع من نيوليو الجاري على اقتراح المفوضية الأوروبية لتقديم أفضليات تجارية إضافية لأوكرانيا وبموجب الاتفاق سيتم زيادة حصص الطماطم والقمح والذرة والعسل الأوكرانية في الأسواق الأوروبية اشتركوا في القناة